بنسبة 97% خفضت المساحة المحددة لزراعة محصول الشلب في الموسم الصيفي بمحافظة النجف وذلك بسبب الجفاف وشح المياه إلا أنه الشحة لهذا العام لن يشهد لها العراق في تاريخه الحديث مثل هذه الشحة اليوم حقيقة مخزوننا هو 17 مليار بمعنى أنه لا يمكن أن يكفي لزراعة مساحة كبيرة جدا في الشلب وغير الشلب بذلك تم تخفيض من 212 ألف دونم إلى 6500 أي بنسبة 300 من مساحة النجف الكلية لزراعة الشلب هذا القرار انسحب بأثار السلبية على الفلاحين الذين يعتمدون بشكل كلي في معيشتهم على الزراعة وبتقليص مساحة زراعة الشلب لهذه الدرجة فإن موجات من الفقر ستأصف بطبقة الفلاحين طبعا الزراعة بالنسبة للنجف مصدر غدائي للناس كلها والمواطنين زين إلى مثل الزراعة مثل القطعة عنها احنا ماكي زراعة هاتسنوية بلغونا ماكي زراعة زين احنا وين نروح؟ بالنسبة للزراعة المصدر والعوائن إلى قطعة والزراعة نحن نتبذل قرار الدولة 3% هو قرار متحف بحق الفلاح دين الحكومة بيدها كل كافة الحلول شح المياه وجفاف الأنهار ينذران بكارثة زراعية سيعاني منها العراق لمدة طويلة إذن هي شحة حقيقية وسنعاني منها كثيرا أثرت كثيرا على المساحة المزروعة لمحصول الشريب كون المساحة المقرة لمحافظة النجف هي 6500 دونم غياب التخطيط وعدم الأخذ بخطورة تداعية الجفاف وانعدام القرار العراقي السيادي أسباب كفيلة بتفاقم ظاهرات الجفاف وما تؤدي إليه من تدهور القطاع الزراعي بالتزامن مع أزمة غذاء وحرب حبوب عالمية